السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المصرية وفي البيوت وفي الجلسات الخاصة والعامة إلا عن نتيجة السنوية العامة بعد عام كبيس هذه الدفعة اللي وصمت بأنها دفعة كورونا تخبط وجدل وفشل وتصريحات وتجارب وفساد وتأخير امتحانات وإلغاء امتحانات وامتحان أونلاين ثم امتحان ورقي ثم بابل شيد ثم دراسة أونلاين ثم فشل ذريع لهذا الوزير الدكتور طارق شاوي واللي خرج قبل ساعة تقريبا في مؤتمر صحفي عشان يعلم نتيجة السنوية العامة للعام 2021 وسط تخوف وفزع من أولياء الأمور ما يزيد عن 360 أسرة خلال الشهور الماضية كانت تنتظر هذه اللحظة لا سيما مع تخبط الوزارة النتيجة كما جاءت في بيان السيد وزير التربية والتعليم 74% هي نسبة النجاح يعني ما اختلفتش كتير عن نسب النجاح السابقة في 2016-72 17-74 18-78 19-81% أما هذه السنة 74% لكن الملاحظ هو انخفاض المجموع وانخفاض يعني نسب المجميع اللي حصل عليها الطلاب كما قال الوزير لم يحصل أي طالب على 100% كما كان يحدث في الأعوام السابقة ودي صورة أوائل السنوية العامة وكالعادة سيطرت البنات أو الفتيات والطالبات على أوائل السنوية العامة في الحال مفيش حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي من الصبح والوسم المتصدر يمكن من مساء أمس هو السنوية العامة الكل بيتكلم إما عنده طالب أو بيسان الطالب أو يعرف طالب أو منتظر حتى النتيجة كعادة سنوية بيقوم بيها المصريين أيضا بعد بيان وزير التعليم خرج بيان لوزير التعليم العالي عشان يقول أن التنسيق هذا العام سيكون لعلم علوم 88.4% و4 من 10 دا المرحلة الأولى وعلم رياضة 80% بالإضافة للشعبة الأدبية هتبدأ من 65.7 من 10% للمرحلة الأولى واللي هتبدأ خلال ساعات أما الإعلام المصري في الوقت الأسر منشغلة بنتيجة الامتحانات ونتيجة السنوية العامة كان الإعلام المصري ومنهم جريدة اليوم السابع منشغلة بمجميع النجوم في السنوية العامة بعضهم جاب 99.8 من 10 زي أحمد فاهمي والبعض كان نتيجته 52 زي أمير كرارا والمنشور الأشهر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف البعض اهتم بنتيج الفنانين البعض اهتم بنتيج لعب الكرة البعض أيضا اهتم بنتيج السياسيين وأهمهم شهادة السنوية العامة اللي بتنشر كل سنة بتاع الجمال عبد الناصر ونتيجته في السنوية 54% خلينا كده نشوف بعض ما كتب هذه الصفحة الخاصة بالسنوية العامة واللي بيتابعها ما يزيد عن مليون طالب كتبت وقالت ابنك هينسى النتيجة بس عمره ما هينسى نظرتك ليه وكلامك يوم النتيجة محاولة من تخفيف العبء على الطلاب أما حمد أهلال الفنان المصري والمغني فكتب وقال نتيجة السنوية العامة نشر فيديو حمد أهلال قبل ساعات تحت وسم السنوية العامة هو ينصح أولياء الأمور والطلبة بعدم الفزع خلينا كده نشوف أو نسمع جزء من اللي قاله حمد أهلال على صفحتي أنا حواري دلوقتي لكل طلبة السنوية العامة حبيب وصحابي اللي موجودين معايا عايزوا لهم إن شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة وتجيبوا أحلى نتيجة اللي أنتو نفسكم فيها وعايزة أواجه كلمة اللي هالي عايزة أقول له حاجة مهمة قوي يعني سيب ابنك يفرح ما تقرنوش بحد لأنه هو يعني هو عارف نفسه سيب ابنك يفرح ما تقرنوش بحد كلام حمد أهلال للطلبة وأولياء الأمور قبل ساعات من إعلان نتيجة السنوية العامة زي ما عندنا حمد أهلال اللي قالبه على الطلبة وأولياء الأمور واللي بينصحهم محدش يزعل ومحدش يزعل نفسه ما تقرنش ابنك بحد عندنا كمان نموذج سيء جدا للمشاهير أو للشخصية المشهورة أو لو هنسميه تجاوزا للفنات عمر كمال عمر كمال مغني أو مطرب المهرجانات كتب صباح اليوم على صفحتي هذه التغريدة قال جبت 90% جبت 70% جبت 40% الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس من الآخر الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس من الآخر من وجهة نظر عمر كمال وأمثاله إن أهم حاجة الفلوس ده اللي كتب وعمر كمال على صفحتي على فيسبوك عشان نشوف الفرق ما بين مطرب زي حماد أهلال ومغني مهرجانات زي عمر كمال وفي الوقت اللي كانت الليلة اللي فاتت الليلة طويلة جدا على طلبة وأولياء أمور السنوية العامة كان ولاد الكبار وولاد وكلاء الوزارة وولاد أعضاء البرلمان بيحتفلوا بالنتيجة اللي اتصربت الغريب السنة دي أو وزارة السيد طارق شوقي كل حاجة فيها بتتصرب الامتحان بيتصرب المنهج الجديد اتصرب حتى النتيجة اتصربت قبل 24 ساعة من إعلان الوزير عن النتيجة الصفحات في بعض الأماكن اتملت بتهاني لبعض أبناء الكبار أو أبناء أعضاء البرلمان يعني تهنئة لسياد النائب الدكتور حاتم عبد العزيز لتفوق أبنائه مش عارف مهند حاتم عبد العزيز ومؤيد حاتم عبد العزيز في الشهادة الثانوية العامة بتقدير 97.96% متمنيين لهم النجاح والتوفيق وأولاد الباشا متصورين قدام العربيات ونتيجهم 76.97% وطبعا ده النائب عن حزب مستقبل وطن في دائرة أبو كبير بالشرقية وقبل 24 ساعة من إعلان سيادة الوزير خليني أسمع أو خليني نسمع الفيديو ده لولي أمر أحد الطلاب واللي بيقولهم حرام عليكم خلوا عندكم دم وتعاملوا زي إحنا بابنتعمل نتابع ناس عايشة على ألم ورعب وفزع والسيد النائب وولاد السيد النائب بيحتفلوا بتسريب النتيجة قبل 14 ساعة مين صرب النتيجة؟ مين قال لهم على النتيجة؟ ممكن تحطوا على طول جنب اللي صرب الامتحانات وتحطوا قدامهم أو وراهم اللي صرب المنهة طلع سيادة النائب حاتم أحمد يحاول يبرق نفسه ويقول أنا زي زي كتير لكن الناس مستكتر علي التفوق ولادي ومستكتر علي أن ولادي متفوقين محدش مستكتر عليك يا سيادة النائب لكن اللي إحنا بنطلبه يكون في عدالة ما يبقاش الناس كلها مش نايمة والناس كلها تعبانة ومستنية وقلقانة وحضرتك بتحتفل أنت ولادك لمجرد أنك نائب مجرد أنك عندك حصانة ومسؤول وليك صحابك في الوزارة خليني كده أقولك أول رد من سيد الوزير طريق شوقي بعد الفضيحة وبعد الغضب كتب طريق شوقي على صفحاته وقال قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاج بنتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر والسؤال هنا هل هيحققوا في الأمر في تسريب النتيجة ولا في نتيجة ولاد سيد النائب وذة السؤال اللي بتسأله الست الطيبة دي ولية أحد أو ولية أمر أحد الطلاب بتسأل هتحقق في نتيجة الطلاب ولا هتحقق في تسريب النتيجة نتابع سيادة الوزير هتحقق في ايه؟ هتحقق في المجاميع اللي وغدنها ولا هتحقق في الخبر اللي اتنشر؟ عزيز المواطن يعني يا عزيز المواطن احنا ما بنسألش الاسئلة دي البلد بلدهم وطبعا هم مسنودين وطبعا الموضوع هيتطرمخ عليه وهيتنسي وهيعدي زي حاجات كتير ما بتتنسي وبتتعدي وبتعدي المهم كل التهنئة وكل الفرحة لأبناء أبنائنا وإخواتنا طلبة السنوية العامة ونصحتي للكل أولياء أمور وطلبة محدش يزعل ورده بقضل ربنا ورده باختيار ربنا وخليك عارف ان في كتير جدا سعداء وعظماء وهم لهم أطباء ولمهندسين ألف مبروك للي نجح وفرصة أفضل وحظة أطيب للي لم يوفق في نتيجة السنوية العامة اليوم